السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة ومعتز الإلكترونيات على اليوتيوب بالنسبة للأول مرة ما ينساش اللايك واشترك في الخناة وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يسألكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شلحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الماقلة له بازن الله اللي يتبعني هستفيد من الحلقات اللي أنا بقدمه لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه التردو جديد وحصر زهر على النايل سات لقناة المشهد واحدة من أجمل وأروع القنوات في علام الفن والدرامة الحصرية والبرامج المتنوع وقناة إخبارية ومتنوع وروع جدا وإضافة جميلة مميزة جدا لقناة النايل سات لو القيمة اللي عندها خلاف اللي أنا بشرح عليها بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها طرية إضافة القنوات أو الترددات على جماعة الأجهزة وجماعة الرسفرات وجماعة شاشات العرض اللي بتحتاجها على الرسفر داخلي أما بالنسبة لكتر من سين في المية من الأجهزة الموجودة نضغط مقroموث على زرار المينيو ونقف على قيمة أوفاية كلمة تركيب واقف على قيمة التركيب وتضغط عليها ب زرار الأوكي هيزهر لقيمة تانية و أفقى قيمة الترددات ونزل عليها ودغت أوكي وبالنسبة للقايم الإنجليش هضغط مقroم oggi وأفق على كلمة Insulation ودغت أوكي هيزهر معا게 قيمة تانية و أفقى كلمة Transporter лиستي Whitmanزل عليها ودغت أوكي ومجرد ما بضغط على قيمة الترددات ب زرار الأوكي هلاحظ ان زهر معي قيمة الترددات اللي قدام حضراتكو كل اللي هعمله اضغط من الرمود على الزرار الاحمر واكتب التردد بتاعيه وبعدان اضغط اوكي وهاتأكد ان الاشراء موجودة على التردد وكل اللي هعمله بعد كده هضغط من الرمود على الزرار الازرق وضغط اوكي عشان اظهالي قيمة جميلة مكتوفة ا planetscan او الباحثة في اعلى القيمة ومجرد ما بضغط على القيمة دي ذرار اوكيها الجهازة يبحث التردد بتاعي ويظهر لرسالة هل تريد الحفظ بتأكد ان انا وقف على كلمة او نعم وضعت وكمن الرموت وبالتالي الجهاز هيحفظ التردد ويظهر لي القناة الجديدة اللي انا بمنلها لحضراتكم في كل فيديو او في كل شرح القناة اللي معنا في حالات النهاردة اسمها المشهد ظهرت على النهار سات بتاريخ شهر 12 او بتاريخ شهر ديسمبي اللي عام 22 قناة المشهد ظهرت على تردد 12 322 معدل ترميس 30 الف ورقبية التردد اشارته عالي او سهل جدا استقباله بطبق تبدأ من 60 او 70 سنطي ولكن بيحتاج ان يكون عند حضراتكم رسيفر بيتعامل بنظام الاتش دي او شاشة عرض بتحتها الارسيفر داخلي بيتعامل بنظام الاتش دي علشان تقدر تستقبل القناة على جهازك المشهد واحدة من اجمل واروع القنوات اللي ظهرت على النايل سايت وبنصع الكل ينزلها على جهازه وبهديها الكل مششركين وامتابعين قنات اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول ولو عجبك الفيديو حابب تتابع معي كل الترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك والشرك في الخناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته